بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام اليوم نلتقي مع أجود الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة لقد كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخر الزاد للعام أي يأخذ من الزاد ما يشبع أهله لمدة عام ولكن بعد أيام قلائل إذا ما جئت إلى بيته صلى الله عليه وسلم وجدت أن كل ما في البيت قد أنفق لذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لقد يأتي علينا الهلال بعد الهلال بعد الهلال وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار أين ذهب هذا الزاد الذي كان مدخرا لمدة عام لقد كان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ينفقه كله ولا يبقي منه شيئا لذلك جاء رجل إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني فأعطاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم غنما يملأ ما بين جبلين فراجع الرجل إلى قومه فيقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وفي مرة أخرى جاء رجل إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أزواجه يسأل عن شيء في بيوتهم فردوا جميعا لا يوجد شيء في بيتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ابتع علي ابتع علي أي اذهب إلى رجل يبيع القمح مثلا فقل له أعطني ورسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحاسبك ويعطيك المال فرجل من الصحابة سمع ذلك فقال يا رسول الله إن الله لم يكلفك ذلك فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جواد كريم ثم قال رجل آخر يا رسول الله أنفق ولا تخشى منذ العرش إقلالا فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بذلك أمرت أي لقد أمرت بالجود والعطاء وأن لا أخشى منذ العرش إقلالا لقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا راقيا في الجود والعطاء أرسلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طبقا فيه طمر فلما أحضرت الطبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطمر إذ بها عندما تأخذ طبقها تقول فوجدت الطبق قد ملئ حليا وذهب أي رد لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطبق وملأ بالحلي والذهب وقد آثرت كتب السيرة أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا مئة من الإبل وأيضا جاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني فأعطاه مئة من الإبل فقال يا رسول الله زدني فزاده مئة من الإبل فقال يا رسول الله زدني فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه المئة الثالثة إن هذه الدنيا حلوة خضرة فمن أخذها بطيب نفس بورك له فيها فلقد أعطاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة من الإبل وعلمه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الأشياء بعد ذلك بطيب نفس حتى يبارك له في الأشياء إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعطي القريبة ويعطي البعيد ويعطي الغريب حتى عرف صلى الله عليه وسلم بأجود الناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين